رأسه و شعره أبيضان كالصوف الأبيض كالسلج شعر الرأس و شعر الدقنة رمز للقدم عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن ربنا بيستر و ربنا بيعمل منذ القدم هذه معنى كلمة رأسه و شعره أبيضان وبعدين يقول لك إيه؟ كالصوف الأبيض كالسلج الصوف بنستخدمه في الشتاء والتلج بنستخدمه في الصيف يعني من القدم هو بيستر في الصفة الأولى وهو بيعمل في الصفة الثانية وصيفه شتاء ياه ما تغيرش؟ ما تغيرش أنا أقدر أخذها بمعنى تاني يعني مستعد يسترك ويعمل فيك إن كان قلبك ساخن زي النور وإن كان قلبك بارد زي التلج وتقوله إذا كان زي النار سبحيه أيته هالنران وإن كان قلبك زي التلج يقولها سبحيه أيته هالسلوج شعره ورأسه أبيضان كالصوف الأبيض كالسلج نمرة أربعة عيناه كلهيب نار نظره يختلف عن نظرنا نظرنا أتكلم على نظر هاته واحد نظره ستة على ستة نظره ساقد وهاتله كتاب خطه عريض حلو وطف النور وقوله أقرب يقولك مش شايف مش شايف مش نظرك ستة على ستة أه ستة على ستة طيب مش شايف ليه أصلا أنا محتاج لنور خارجي عشان ينور لك لكن هو عنيه تحوي النور تخترق أسطر الظلام تخترق أسطر الظلام عشان كده يقولك عيناه كلهيب نار عنيه كلهيب نار أه يعني تشوف الظلمة أيوة وتحرق كل الشوائب يكفي في قصة بتحكي مرة واحد سألني سؤال عنها قال لك بقى ربنا يقتل أولاد هارون عشان قدموا نار غريبة ايه فرق ما هدي نار ودي نار ودي بتاكل ودي بتاكل لا نار الله غير النار الغريبة النار الغريبة تحرق لكن نار الله نرحب تطهر تطهر الاثنين تطهر الاثنين أوريكم النار الغريبة بطرس قاعد يتدفى مع الخدمين يتدفى بالنار الغريبة فأنكر المسيح بينما نفس بطرس يوم الخمسين لما نزلت ألسنة نارية وقفوا شهد للمسيح شفتوا نار الله والنار الغريبة الاثنين يقول الكتاب أن المسيح يسوع لما طلع الشارل الصليب يقول لك نظر إلى بطرس يعني عنيه قد في عنين بطرس فخرج خارجا وبكى بكاء مرا عينيك لهيب نار اطلب منه قل له بعينيك بالصلي واحرق الشوائب اللي فيه وبعينيك بالصلي وحرق ضميري عشان أمشي معاك يا مسيح نعم حشك